مرحبا معكم كارمي شماس كيف بدكون اليوم الخميس التسعة حسيران يونيو اليوم تغيرت الاجواء عن ثلاثة ايام اللي مرأوا كلكم لازم تسمعوا الابراج الاسبوعية لانه كل برج تغير الجو عنده فصار اليوم الخميس عن ثلاثة ايام اللي سابقوا يعني اليوم الخميس مختلف عن ثانين ثلاثة والأربع اليوم الامار موجود ببرج هوائي ببرج الميزان وعم بشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس الموجودة ببرج الجوزاء ومثلث فلكي كبير يعني كامل متكامل مع سحل الموجود ببرج الدلو لذلك الابراج الهوائي اليوم مفروض انهاره طبعا فلكيا حسب الحسابات الفلكية يكون انهاره ممتاز مقارنة مع بقية القيهة طبعا عم نحكي يلي ما بيعرف او اللي عم بتابعنا عن شديد الابراج الهوائي هي الميزان الجوزاء وايضا مواليد برج الدلو الحلو انه ايضا مواليد برج الأسد ومواليد برج القوس كمان انهاره المفروض يكون جيد خلونا نبدأ مع برج الحمل مواليد برج الحمل اليوم يمكن لانه الشمس مساعدتك من برج الجوزاء بتخف عليك الضغوط يلي معقولي سببها الامار من برج الميزان لذلك في احتمال الجو يكون متقلب شوي لكن الايجابيات انه طاقتكن هائلة كبيرة مهمة فعالة جدا اذا انتو طولتوا بالكن وبتاخدوا حظوظ كتير كبيرة من كوكب المشتري بشكل خاص مواليد ستة عشرين سبع عشرين ادار مارس اما يلي عم بيتأثر بين فعالات الذبذبات الواصلة من كوكب المريخ فيها تكون مواليد 1-2-3 نيسان ابريل فكونوا حاضرين بالنسبة لبرش الثور مواليد برج الثور وجود الامر في برج الميزان يلي بيحكموا نفس الكوكب الزهرة اللي هو كوكبك الاجواء فيها تكون لبأسا بها اصلا انتو جايين 3 ايام وكانوا كتير كتير حلوين عنكن 2-3 والاربعة فاليوم مكملة معكم الامور بشكل جيد مع احتمال انو تزيد عنكن شوي الانشغالات يعني عنا الخميس والجمعة السبت والاحد تكتروا شوي شوي تدريجية لنوصل انو سبت والاحد تكونوا اكتر شي في شغل خلال هذا الاسبوع هيدا حكي عنو انا بالابراج الاسبوعية المهم اليوم نهار فيكو نهار جيد نهار طويل مواليد برج الثور معلاش ركزوا شوي ما تزعلوا اذا كترت عليكم الامور ما تزعلوا اذا شفتو زملائكم واصحابكم ما عم بيشتغلوا خلصين شغلون هن بيكون برجهم حلو وانتو عادين عم تشتغلوا كوكب الزهرة عنكن مش عند ابراج اخرى وبالتالي في حصوص حلوة بشكل خاص عند مواليد 30 نيسان ابريل 1-2 و 3 ايار مايو بالنسبة لكم مواليد برج الجوساء اليوم نهار ممتاز جدا 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 التأثيرات ولا اروع من هيك فلاكيا هناك امور كتير حلوة معقولة تصير عندكم هناك احتمال يكون في عندكم نوعا من تقارب في الكثير من وجهات النظر يلي كنتم اختلفين فيها او اللي كانوا عم بيخالفوكم فيها او كانوا عم بيعكسوكم فيها يعني اذا بترجعوا بتعملوا مراجعة بترجعوا بتعيدوا الاتصال بتعيدوا الكرة ما بتستسلموا بترجعوا بتكرروا بتقولوا رح تزبط رح تزبط لانه الجواب يسمح انه الامور ترجع تزبط معكم الامور اللي فشلتوا فيها او يلي اخفقتوا فيها او يلي ما كانت بيرفكت بتقدروا ترجعوا تعذوها اليوم وبتطلع النتيجة ممتازة مش بس اليوم بعدها تكون ايضا يوم الجمعة يوم من اروع ايام شهر حزيران يونيو الكل محزوز اليوم بشكل خاص موليد ايار مايو ايضا موليد 16-17 حزيران يونيو تكمل مع برش السرطان يلي اليوم نهارو متقلب وذلك بسبب تأثيرات هالامر الموجود ببرش الميزان يلي هو نوع من ضغط عندك ضغط مزعج شوي ضغط معقول يسبب لك شوية انفعال خاصة تعرف مع مين اكتر شي معقول تفشوا خلقكم مع اقرب الناس لالكن فكونوا حذرين موليد برش السرطان بعدو عن المشاكل كون طولوا بالكن وتذكروا انه هالشمس الموجودة ببرش الجوزاء هي اللي عم بتشد فيكم نزول او اللي عم بتغير الاجواء عنكم فكونوا حذرين هيدا الجو ما رح يتغير قبل منتصف ليل الجمعة بالنسبة لبرش الاسد واخيرا مولي برش الاسد بيفرحوا وبينبسطوا هناك انفراج اليوم اكثر من 2-3 والاربع الجو ليس سلبيا الجو بيساعد الجو بيحمل نوع من خبر بيوصلكم وبيوصلكم بطريقة جيدة مش راح يزعجكم فموليد برش الاسد الجو اليوم وان كان في حركة وان كان عم تتعبوا وعم تركدوا لانه اليوم الامر موجود برش الميسان عم بخليكم تركدوا بكل الاتجاهات كل الاتجاهات لكن سملا عليكم اليوم ما فيه بشي بيقدر يوقف بداركم لذلك بيكونوا منتبهين لحتى ما نفوت بالحيطان عالسرعة الانسان بيضوج وبطل يعرف يركز فركزه نهاركم ممتاز ننتقل لبرش العذراء موليد برش العذراء مبارح اول مبارح ثلاثة ايام وراء بعضها كان الامر ببرشكم فكانت الاجواء حلوة ومميزة هلأ الامر منو يبرشكم هلأ بالبيت التاني فبعدها الاجواء حلوة وبعدها الاجواء ممتازة وبعدها الاجواء مميزة طبعا لكن ضرورة ترجعوا تضلكم كل يوم كل يوم تعملوا مراجعة ذاتية حتى تشوفوا اذا مشين انتوا على الخط الصحيح طبعا لانه التأثيرات بهذه الفترة كتير كتير مهمة كتير مهمة لدرجة انه معقولة تحملكم خبر كتير مهم انتوا بتكون من عمل جديد من فرصة جديدة من تقدم الى اخره وذلك بسبب وجود الشمس هلأ ببرش الجوساء المهم للكم فلكيا لذلك موالي برش العذراء قيموا عملكم وشغلكم انتوا قيموا بصراحة بحيادي تامة وشوفوا الامور كيفية وحسنوا من اوضاعكم ننتقل لبرش الميزان يعلي اليوم الامر ببرشو موالي برش الميزان هناك امور كتير حلوة فيها تصير اليوم موالي برش الميزان انتم اشخاص كتير كتير اقوية اليوم قادرين انكن تعملوا كل شي تقريبا بتريدوه قادرين انكن تزبطوا الامور بشكل انتوا بيعجبكن اجواء كتير مهمة بترفقكن اجواء كتير مهمة بتدعمكن اجواء كتير مهمة بتقدر تساعدكن لحتى تكونوا الاقوى الاكثر سلطة الاكثر نفوذا والاكثر نجاحا والاكثر هضامة حتى والاكثر شعبية اليوم النهار فعلا مهم مهم قد محكيز بتظلم اسرة لانه من اهم الايام بشهر حزيران يونيو الكل محظوظ اليوم بشكل خاص سبعة عشرين ثمانية عشرين تسعة عشرين سمتمبر تمنتاش تسعتاش اكتوبر بننتقل الى برشة العقرب يلي اليوم نهارو بيهدى بتهدى الاجواء عنكن اليوم لانه هالشاء هالامر الموجود ببرشة الميزان هو البيت رقم 12 فبتخف الامور عنكم بتخف بتخف تحسوا حالكن انه تروحوا اساس مبسوطين ومكيفين ويلا في الامور رح تبشي وتركوا تلاقوا انه لا حدا اجعل موعد ولا حدا نجاهز او تغير الموعد ما حدا مخبركن بتحسوا كأنه فيه شي هبط فيكن هدا نوعا من شعوروا الاحباط احيانا بنشعر فيه مش ضرور كل النهار بلحظة معينة فحاولوا انه هاللحظة المعينة من الاحباط او الزعل او خيبة الامر ما تنسع كل النهاركن هدا الشو مكمل معكم ايضا لبكرة فكونوا حاضرين خاصة تسع عشرين نوفمبر نكمل مع بوش القوس مثل ما قلت بالمقدمة موالي بوش القوس بعتبرون اليوم من الابراج اللي نهارة بيتطور وبيمشي وبيمشي بطريقة حلوة وبيمشي الى الامام صعودا وهناك امور ايجابية وهناك نوعا من تحقيق للذات وهناك نوعا من انشراح واكتر من انشراح انت بدك اكتر من انشراح بدك انه شغلك يمشي بدك انه يردوا علي اليوم بيردوا عليكم ومش بس اليوم بعد فيه بكرة يعني عنكم يومين ورا بعضهم كتير كتير مهمين سمعوا برجكن الاسبوعي رجاءا فاليوم نهار بيستحق منكن انه يكون فيه نوع من مبادرة بيستحق منكن يكون فيه نوع من تواصل مستمر وبيستحق منكن انه تكونوا جاهزين لحتى تلعبوا دور المساعد ايضا انتو بتكون مساعدة اليوم بتقروا تلعبوا دور المساعد ايضا 16-28 نوفمبر بعد اي بعتبركن الاكتر حطان بنتقيل لابرشالي شانتي يلي اليوم انهارو شوي تقيل بسبب تقيل مسئولية او عمل او فترة معينة بخلال هذا انهار بتمرقوا فيها بتحسوا انه قف تقلت شغلي كتير كتير الشغل نهار طويل جدا انهار يمكن بتتعبوا فيه انهار بتحسوا انه معا بتلحوا النهار بتحسوا انه كل الشغل عليكم احيانا بتحسوا انه فيه ظلم او فيه 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 نوع من سآلة يعني عم بيتقالوا عليكم موليدة برشالي شدي انتو همكن انكن تشتغلوا شغلكم وضل سمعتكم جيدة بالشغل بحياتكم اجتماعية شو ما كان انسوا غيركم اليوم ضروري نكبر عقلنا ونشتغل حسب الاصول والمطلوب منا مكمل مع برشت دلو يلي اليوم مفروض يكون عم بيحتفل مولودة برشت دلو الجوع انكن اليوم باعتبره سهل وحلو وايجابي وهناك عند موليد برشت دلو اليوم نوعا من انفتاح مختلف عن بقية الأيام. بمعنى اليوم مولود برش الدلو مولود برش الدلو بدون يجربوا شي جديد. بدون يجربوا شي جديد. عقلهم منفتح. يمكن ما يسمعون من الآخرين. هن يحبين يجربوا شي جديد. لذلك الأمور عند موليد برش الدلو نوعا ما. بتسمح لموليد برش الدلو يكون فيه نوعا من وصول أخبار سارة جدا لإلكم. وصول نوعا من انفراج. مش ناطرينه أو ناطرينه من زمان وفجأة نوعا من فجأة. حلوة توصلكم. أجواء حلوة كتير عند موليد برش الدلو اليوم. تكمل فرحتكم فيها لسبب ما. فإذا عم تشتغلوا على مسألة معينة اليوم مفروض بين اليوم وبكرة. لأنه بكرة أيضا الشمس بنفس الموقع. عفوا. مفروض تكمل معكم. تكمل معكم. من أكثر الأيام حظا بشهر حزيران يونيو. ننتقل لبرش الحوت موليد برش الحوت اليوم. ومع انتقال الأمر من موقع معاكس من برش العظراء إلى برش الميزان صارت الأجواء أحلى. خفت الضغوط. هالمثلث الفلك الهوائي رح بيساعدكم. رح بيساعدكم إنكم تفرحوا وتتحكوا. وبيشيل الهم مثل ما نحنا منقول. فالجو اليوم ده بأسة به عند مواليب وش الحوت. أكيد أحسن بكتير من الثلاثة يام اللي قطعوا. لذلك هدي فرصتكم لحتى ترجعوا تزبطوا الأمور. ترجعوا تشوفوا شو اللي صار. ترجعوا تتسموا وتتحكوا. أصلا نفسي لكم رح بتكون مرتاحة أكتر اليوم. يلي عنده تأثيرات من كوكب نبتون بعدها هي 15 و 16 قدار مارس. فتكونوا منتبهين. بختم مع مولود اليوم. بقلو لمولود اليوم وتحت تأثير هالمثلث الفلك الهوائي. هيد السنة كلها نوعا ما بتشملها التأثيرات الحلوة. نوعا ما هناك تأثيرات بالطال حياتكم الخاصة. يعني العاطفية إذا متزوجين ممكن يكون في بيبي ممكن يكون في بيت جديد. في انفراج بحياتكم المهنية بحياتكم الاجتماعية الدراسية أيضا. سنة فيها تكون كاملة متكاملة تقريبا على مختلف الأصعيد. لكن انتوا لازم تشتغلوا شوي وتسعون. إذا بتعدوا ما بتعملوا شيء تمروا هالتأثيرات بهيد السنة مرور الكرة. بديتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء. باي باي.